يعني موضوع حلو جدا وأعتقد ناس كتير حبا أن هي تعرف لأنه فعلا إحنا بنشوف الجدران المختلفة عليها ملوك وملكات فعلا يعني ممشوقي القوام ما فيش حد بينهم مليان شوية أو مش رياضي يعني هل فعلا هم كان أجسامهم كده ولا القصة لا هم كانوا عايزين يظهروا بشكل معين برضو وخلينا نعرف هو طبعا إحنا عندنا الرياضة في مصر الأديمة ده كان شيء مهم جدا وعندنا مقابر موجودة في منطقة بني حسن في المينيا من عصر الدولة الوسطى يعني من فترة مبكرة من تاريخ الحضارة المصرية حوالي 4 ألاف سنة من الآن عندنا مناظر ليه عدد كبير جدا من الرياضات المصريين آموا بيها زي المسارعة زي المبرزة الرمحة 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 الرماية الخيل السباحة كل الأمور ده في مصر الأديمة كان فيه اهتمام كبير جدا بها لان المصريين خدماء عارفين ان الرياضة كان لها دور اساسي جدا ان الواحد عمره يمتد يعيش بصحة كويسة يعني بداية الألعام الأولمبية عندنا طبعا فالمصر الأديمة هي البداية يا سيد كريم دائما في كل حاجة دائما هي الأصل لما حضرك تبدأ تدور على اي حاجة في العالم واي كتاب يكتب عن اي مثلا عن حتى لو عن الطهي في العالم فبتلاقي مصر هي البداية الرياضة الطب الهندسة هارجع بقى لكلام أستاذ النهواند بالنسبة للملوك والملكات عندنا في مصر دي معادة هم كانوا بيظهروا بالشكل اللي هم بيحبوا يبعثوا عليه في العالم الآخر لكن ده لا يتناقض مع طبيعة أن المصريين القدماء أيضا كانوا سواء ملوك أو أفراد عاديين كانوا يمتازوا بالرشاقة والقوام الممشوق إحنا المناخ بتاعنا مناخ قد يكون حر شوية فعندنا إطاقة بتستهلك ويتم العمل سواء في الحقل أو في الجيش أو في المؤسسات الحكومية فكان بيقوموا بالرياضة بشكل يومي كانوا طبعا ما بيكلوش كتير عندنا وجبتين بس اللي كانوا المصريين القدماء بيتناولوهم الصبح وآخر النهار زي عندنا في الريف المصر حاليا ما حاجة بيرجعوا أو مثلا في أمريكا تلاقي اللي هو الدينار أهم حاجة من الساعة 5 ل7 فده الأكل اللي الناس كانت بتاكلوا علاوه طبعا ما كانوا بيأكلوا أكل يعني كله متصل بالطبيعة ولم يكن فيها طبعا الحاجات الموجودة عندنا زي الفاست فود والحاجات الشهيرة في مصر حاليا أو في العالم عموما فكل ده كان بيساعد على القوام الممشوق لسيادتك يعني ده حقيقتهم ده حقيقة شكل أكسادهم وقتها مش إن الملوك والملكات حابين يظهروا بمظهر مخالف لطبيعتهم يعني ما كانش فيه مثلا حد مصر فرعولية عنده كيرش عندنا أمثلة بسيطة يعني هقول له حاجة حاجة هضراب لحضرتك مثلا عندنا تمثال الشهير بتاع واحد اسمه شيخ البلد ده موجود عندنا في المتحف المصري في مدان التحرير وليه سميه شيخ البلد لأن العمال عندنا في سقارة لما فيه واحد خياجه اسم مريدت بيكتشف مقبرة هذا الرجل في سقارة فشافوا هذا التمثال ولقوا يعني كده ملونة أو زي ما يقولوا بتقشارار في الضلم ولك ده ده شيخ البلد اللي احنا دفنينه من جمعتين فاتخضوا فسابوا المقبرة وجيروا فتم إطلاق هذا المصطلح شيخ البلد على هذا التمثال التمثال ده لهيئتين واحدة زي ما حكت فضلت كده بهيئة متراهلة هيئة طبيعية بكرشه جسمه بدين كده حاجة يعني ضخمة وتخين وحاجة تانية فيروس لم بقى أو حاجة رشيقة جدا هو امراته وتمثال معمول من خشب خشب الجميز اللي هو كان شهير جدا عندنا في مصر دي ما موجودين في المتحف المصر في التحرير وده بيؤكد ان احنا كان عندنا هيئة طبيعية وهيئة رسمية طبيعي حاجة بتطلع بشكل عادي جدا رسمية بتطلع الصورة اللي حاجة عايزة زيين البروفيل بتاع سيادتك على الفيسبوك اللي انت عايز تبعث بها في العالم الآخر مالكة زي حاتشبسوت مثلا الدكتور زي حواس أجر على شغل هو العلماء في هذا الأمر لكن طبعا كانت في نهاية حياتها فاكتشفوا ان هي كانت تخينة كان عندها سكر وماتت عندها خمسين سنة الفنانة إلهام شهينكت عايزة تمثل دور حاتشبسوت لما الدكتور زي قال لها الكلام دقيت لأنا مش هعمل الدور دي تاني لأنا تكتشفينها كانت فاكرها طبعا احنا بنشوفها في مناظر وتمثيل لها هي سيدة عظيمة حاكمة مصر يعني بقوة وبحزم كانت فترة فيها طبعا هي كانت وصية على ملك اسمه حطمس الثالث وده كان ابن جوزة في البداية كانوا الاتنين مشتركين مع بعض في الحق لكن هي أزحتوا عن المشهد شوية وتولت هي السلطة وتزيت يعني لبسة لبس الرجال حتى في الهيروغليفي كانت بتستخدم مثلا الضمائر اللي بتكلم عن الرجالة مش الستات يعني مثلا وظهر لها تمثيل برضو بداء اللحية بتاعت الاستعارة لانه طبعا عايزة تبان في عيون الشعب ان هي قادرة على حكم البلاد وفي نفس الوقت عملت قصة كده ادعت فيها ان هي ابنة الاله أمون رع من صلبه على اساس ان هي تبان في عيون الشعب لان وجود المرأة على الحكم ما كانش هو الشكل المتعارف احنا عندنا الملك هو حورس على الارض فلازم بيكون ذكر فيها في حالات استثنائية حابت تبين للناس ان هي لا تقل عن الملوك الزكور وبالفعل كانت ملكة عظيمة وعملت رحلة بونت عملت مهابة الدير البحري وحاجات عظيمة جدا من عهد هذه الملكة العظيمة